اليوم كنت أتصفح قضية العنكبوت كم هي آية عظيمة أوجدها الله أن لا أوهن بيت العنكبوت واهم طبعا هذا الوهن ليس فقط قد يقول قائل من قال أن بيت العنكبوت يواهم يعني هذا الخيط الذي يلفه العنكبوت عن العقرب هذا واهم لا يعرف المرء أن لخيوط العنكبوت حوالي خمسة أو ستة أنواع ولماذا قال واهم لأنه سائل يخرج من بعض الثقوب في جسم العنكبوت ويخرج من بطنها من سائل في غاية البساطة مجرد أن يضرب الهوى يصبح خيطا غريب يعني مجرد أن يخرج يتحول إلى خيط وخيط قوي ويبقى لزجا وطريا كيف يكون صلبا وطريا